استعراض الرئيس الوزراء مصطفى مدهولي الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي والمقرر نعقادها بالقاهرة خلال الفترة من الرابع وإلى الثامن من نوفمبر القادم خلال اجتماع مجلس الوزراء أكدت وزيرة التنمية المحلية من العوض أن المنتدى الحضري العالمي يعد المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشر بالقاهرة هذا وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنتدى يهدف لإظهار قدرة مصر على استضافة منتدا أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ قاب 27 ويعكس قوة الاستقرار الذي تتمتع به مصر على العديد من الأصعدات ترجمة نانسي قنقر